في فقرتنا الأولى نستضيفه سعادة السفير فتح الشازلي السفير المصري الأسبق بالمملكة العربية السعودية أهلا سعادة السفير أهلا بي برأيك لماذا حتى الآن لم نسمع عن إعلان أو تعقيب مصري رسميا عما حدث من توافق في الحل الأزمة الإيرانية أنا لا أريد أن أحمل هذا التأخير أكثر مما يحتمل ربما يكون في نشاطات الإخبارية القادمة ما يشير إلى رد فعل رسمي مصري يعني هذا تطور مهم لأنه كنا دائما نتحدث عن عدم الإزدواجية المطلوب من المجتمع الدولي أن يتخذها فيما يتعلق بالدول التي تقف على عتبة القنبلة الذرية في الشرق الأوسط هناك قنبلة مشكوك فيها أو يخشى من وجودها هي موجودة في بتتهم إيران طول الوقت بأنها كانت بتأسعى للحصول عليها بينما توجد قنابل مؤكدة لدى إسرائيل فبالتالي أهم ما كان يميز الموقف المصري الرسمي في هذا الصدد هو أن هناك ازدواجية حقيقية المجتمع الدولي يقيم الدنيا ولا يقعدها حول قنبلة مطعون في وجودها والنهاردة يتأكد فعلا حسب أقوال الإدارة الأمريكية أنه البرنامج الذي اتفق عليه والقيود التي أدخلت على المشروع الناوي الإيراني تكفي للحلولة بين إيران وبين الحصول على القنبلة الذرية تمام ولكن هناك تغاضي تام عما يعلمه العالم من وجود عشرات وربما مئات من القنابل المؤكدة لدى إسرائيل هناك من قال إنهم 200 أم بلا ولكن سعاد سفير اسمح لي فهذه النقطة تحديدا طالما يذكر أن يعني إسرائيل لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة طيب ما معنى هذا إن إيران بما أنها وقعت يبقى لابد أن تفرض عليها عقوبات لمجرد الظن في أن برنامجها النووي اللي بتقوم به منذ سنوات قد يفضي إلى تملكها كنبلة الذرية تمام طيب الجزائر أصدرت بيان رحبت في بالاتفاق وانتهاء الأزمة كذلك سلطانة عمان على ما أتذكر كذلك المملكة العربية السعودية قالت إنها تأمل في أن يعني يزيد هذا الاتفاق من استقرار المنطقة ويبعد عنها أي توترات أمنية إسرائيل منزعجة للغاية نثنياهو يقول إن هذا الاتفاق يعني يؤدي إلى احتمالية نهاية إسرائيل أو قد يقضي على إسرائيل عندما تصدر مصر بيانا أو تعليقا رسميا عما حدث خلال الساعات أو ربما في الغد ما تتوقع أن تكون يعني ما هي توقعاتك لسياغاته لكلماته لمحاوره؟ ولا بد أن يكون هناك ترحيب بنزع فتيل الأزمة خصوصاً إن إحنا إسرائيل لا تزال تهدد بأن هي قد تضطر إلى العمل منفردة وقصف المواقع الذرية في إيران فأظن إنها يكون فيه ترحيب بالتوصل إلى الاتفاق وأيضاً إشارة إلى أنه لا بد أن تطبق المبادئ التي تقضي بإطلاق بالمبادرة المنصية فيه مبادرة المنصية من سنة 1975 لإخلاء الشرق الأوسط من السلحة الدمار الشام إنها أحد الزرية بعد كده تم تطويرها في التشعينيات يعيش أنها تكون كل أسلحة الدمار الشام الأول أسلحة الزرية صحيح ده متعة 75 وكانت مصر وإيران هما اللتين تتقدمان منذ ذلك التاريخ سنوياً بمشروع قرار في الجامعية العامة كان ألقى التأييد الإجمالي لمعظم الدول الأعضاء في الممتحدة باستثناء البلاد المتحدة الإسرائيل بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة الذرية مصر وإيران وده مؤشر لك على ما قد يتضمنه البيان المصري الذي نتوقعه سيكون هناك بالتأكيد ترحيب وسيكون هناك أيضاً تذكير بالمبادرة المصرية الإيرانية اللي نأشرف طيب سعد سفير ربما ربما حتى على المستوى المصري يعني هناك تخوفات شبه رسمية هنتقي مفردات يعني هناك تخوفات شبه رسمية من زيادة الطموح الإيراني في المنطقة ربما ليس يدينا تصريح مؤكد عن مؤسسة خارجية أو مؤسسة الرئاسة هل خطوة اليوم تراها تصب في زيادة المخاوف من أطماع إيراني في المنطقة؟ هو اللي أنا كنت شايفه في الفترة الأخيرة واللي عارفه تاريخياً أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها لدى الشعب الأمريكي ومن ثم لدى الإدارة نوع من الإعجاب التاريخي بالحضارة الفارسية دائماً أنا أشير إلى نموذج محدد وهو أن التجار الأمريكان هم الذين نقلوا إلى العالم جمال السجاد الفرسي والحضور الأمريكي في إيران كثيف ولو في الفترة الأخرانية كانت فيه زيارات أيضاً استثمارات إيرانية ضخمة الحضور التجاري في استثمارات إيرانية ضخمة وأصول إيرانية كثيرة مجمدة في الولايات المتحدة ده كله شايفها دول الخليج دول الخليج كان ينتابها قلق كبير في الفترة الأخيرة من ما لحظته من نوع من التغير في الاستراتيجية الأمريكية نحو إيران تقارب ونحو حتى الإجمالي على الشرق الأوسط فإن الولايات المتحدة الآن أكثر اهتماماً بشرق الشرق الأوسط وأعزت تروح إلى ناحية بحر الصين وتتعامل مع التهديد الذي تراه تهديداً حقيقياً لمكانتها العالمية وهو التهديد الصيني فهنا أنا أرى أنه على الأرجح ربما تتغير أولويات الولايات المتحدة في منطقة الخليج النهاردة فوراً وأنا أتابع تفصيلات هذا الاتفاق وجدت فيه تكهونات بالمليارات ما أن ترفع العقوبات عن إيران إلا وستتاح سوق هائلة عامرة بالاستثمارات عطصة بالاستثمارات وبالتالي الشركات الأمريكية ومن مرايها الشركات الأوروبية وخصوصاً الألمانية ستتصارع على تعظيم المكاشب من أشوق الإيران دول الخليجية في ظني لا يمكن أن تراقب هذا وهي تشعر بالسعادة خصوصاً أن في أطماع إيرانية في الخليج لا ذلنا نذكر الثلاث جزر الإماراتية اللي إيران لا تزال إلى يومنا هذا تدعي أنها إيرانية قولاً واحداً ومن هنا البحرين لأن فيه موقف نمطي لإيران منذ الثورة منذ عام 79 وهو الانتصار للأقليات الشعية في خارج إيران وما يطلق عليه بتصدير الثورة يعني الفكرة اللي هم قالوا عليها أنا ذاك تصدير الثورة دلوقتي ما حدش بيعيد ترديدها إنما نحن نعلم جيداً أن حزب الله مثلاً هذا بدأ في أواخر الثمانينيات بألف واحد من الثورجيين الإيرانيين كم من إيران عملوا أعادوا الحياة والوجود السياسي ثم الوجود العسكري للشيعة في جنوب إيران في جنوب لبنان اللي كان منطقة يعني في حالة يرثى له سعاد سفير الأزمة ليست وليدة الأمس الأزمة نتحدث عن تسع سنوات من العقوبات نتحدث عن سنوات من التفاوض سميها تعنت إذا ما أردت سعاد سفير وكان هناك إصرار من الجانب الإيراني مرصود بأن إيران ستكمل بنا مجهة نووية حتى إن لم يشأ العالم واستحملت يعني العقوبات هل ترى إيران تخرج من هذه الأزمة منتصرة أم هو ما يسمى الوين وين ستويشن مثلاً هو الاحتمال الثاني على الأرجح لسبب أن إيران عمرها ما قالت أنها ترغب في الحصول على بلد الري إيران طرف كامل الأهلية وكامل مستلزمات العضوية في معاهدة حظ إن شاء الله أسلحة درية إيران أرادت أنها توطن التكنولوجيا ليست التكنولوجيا الدرية فقط وإنما جميع أنواع التكنولوجيا أنت عارف هما لكي تحصل على مادة درية مشعة بما يكفي لإنتاجكم بلد الري لابد أن تكون عندك كمية من اليورانيوم تشكل الكتلة الحارجة الأدنى نسبة إشعاها لا تقل عن 90 إلى 95% ومن هنا ده يسمى إثراء أو أنك أنت تعمل تأخذ من المادة الدرية المتخلفة عن مفاعل ذري لإنتاج الكهرباء وإيران عندها واحد سوفيتي أو هنروسي وتعيد استخلاص البلوتونيوم منها يعني هو البلوتونيوم أو اليورانيوم تشعرهم عليهم اللي حاصل أنه إيران كانت تعمل على تخصيب وكانت تستخدم وسيلة الطرد المركزي تجيب اليورانيوم بالخام والطرد المركزي بتطلع منه المادة المشعة ووصلت أنها قالت علنا لما تستهدف الرسول بالنسبة قدرتها على التخصيب إلى 20% وقالت أنها ترغب في أن ده يستخدم هذه النسبة ستمكنها من أنها تستخدمها بشكل أكثر كفاءة في مفاعلات حديثة لإنتاج الكهرباء وأيضا في إنتاج النظار المشعة التي تستخدم أساسا في أن تطبيقات طبيعة التطبيقات الزراعية والصنعية القضية إذن لا يوجد نوايا إيرانية أبدا منتلاك سلاح ذلك منذ البداية منذ البداية داعي الخميني الإمام الخميني أصدر فتوى بتحريم إنتاج السلاح الذلك طيب برأيك لماذا بدت الأزمة إذن فما الأمر واضح كده ولماذا انتهت بهذه السهولة وهذه المفاجأة هي مش مفاجأة لأنه وكان فيه حد أقصى زمني محتوط لأمام المتفاوضين يتوصلوا إلى اتفاق إسرائيل تريد أن تحتفظ لنفسها بقدرة الفيتو على ألا يكون هناك طرف إقليمي قادر على أن يقف على أعتاب الباب الذات لو أنت تمكنت من الهيمنة على تكنولوجيا التخصيب وحددت لنفسك مستوى التخصيب إذن ما أنت تستطيع أن ترفع هذا المستوى تمام أنت قلت أن هذا حواصل التخصيب يعني أن أصل إلى 20% تمام ما الذي يمنع أنك أنت تواصل عملية التخصيب إذا أن تصل إلى 90% و25% قرار سياسي فقط النمعينة بيقولك أنه ضمن هذا الاتفاق تبقى فيه زيارات وتفتيش أكثر صرامة على تفصيلات البرنامج النووي عندك تعليق سعد سفير أن هذا الاتفاق محدود بفترة زمنية عشر سنوات هو محدود أكثر أنا بنيش دعب بالفترة الزمنية دي لأنه لا بأس بي أي اتفاقية أي اتفاقية يجب أن يكون لها إطار زمني يكون لها إطار زمني وبعد عشر سنوات حتى اتفاقات السلام طيب كم ديفيد لها إطار زمني يعني إطار زمني وبالتراجع لوحدة وحدة أفهم سيد كم ديفيد لها إطار زمني أنا أظن كده طب وضحوا لي فأني أنا معرف أنا أظن أنها كان مرهونة بزمن أيضا ليش اتفاقية في الدنيا إلا ولها إطار زمني فإطار زمني بعد عشر سنين بعد عشر سنة لك أن تراجع هذا الاتفاق وترى ما إذا كانت هناك ظروف تخص الأطراف المتعقلة أو البيئة الإقليمية للبحث في تعديل الاتفاق وتوفيقه مع هذه الظروف طيب هل توقفت سعد سفير عند دعوة رئيس الأمريكي باراك أوباما لقادة الخليج العربي إلى كم ديفيد لإزالة المخاوف من الاتفاق أول لأن هم مرعوين لأن إيران مش حولك إيران نووية لأن أنا شخصيا أتابع بإعجاب العملية عملية توطين التكنولوجيا بالعكس أن فرضت العقوبات على إيران فزادت إصرار الإيرانيين على تحدي العقوبات والنهاردة المخدرة التكنولوجية اللي موجودة لدى إيران مخدرة فائقة وأنا فاكس قبل ما ندخل هنا قلت لك المثال اللي هو بتاع طيارة بدون طيار التي تمكنت إيران أنها ترفع سيطرة البنتاجون عنها وتفرض سيطرتها وتنزلها بسلام تخليها تعمل لاندينج بسلام فالدول الخليجية طبعا منزعجة ليس من القنبلة الدرية الإيرانية وإنما من العلاقة المستجدة والتي تقبل التطوير إلى أفاق جديدة بين المتحدة وبين